أعوذ من الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سنقاف كذلك يوحي إليك وإن الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم فكاد السماوات يتفضرن من فوقهن والملائكة يسبحون بأرض ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الوفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أغت عليهم بوكيه وكذلك يحينا إليك برؤانا وربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله نجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الملي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكم إلى الله ذلكم الله ربي عليه تمكنت فإليه بني فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزماجا ولن الأنهان أزماجا يذركم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقبر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن يقيموا الدين ولا تتفرغوا به شبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يركب إليه من يشاء ويهدي إليه من ذنيب وما تتفرغوا إلا من بعد ما جاء لهم الحلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين ورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك من ربك فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعزن بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحقة عند ربهم وعليهم غضبا ولهم أذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة غريب استعدد بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القبيل العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا لديه منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يهذن بإله ولولا كلمة الفصل لغضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما تسكوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفصل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الغربا ومن يقترف عسنة نجد له فيها حسنا إن الله وفور وشكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإي شيء له يختم على قلبك إنه عليم بذات السدور فهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون فيستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد فلو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزد بقدر ما يشاء إنه بعباده خبيل بصير فهو الذي ينزل العيث من بعد ما قنطوا وينش الرغمته فهو الملي الحميد فمن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيه ما من ثابه فهو على جمعهم إذا يشاء قليل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجئين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير فمن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الرياح فيضلل رواكد على ضره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أبوا بقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أعطيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وعبطار الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يدتلبون كبائر الإثم والكباحش بإذا ما غضبهم يعفرون والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة فأبرهم شعورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابوا مربعهم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة بمثلها فمن عفى وأصلح فيجروا على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظله فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبعون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صفر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور فمن يبنه الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون أنه إلى مرد من سبيل وترى هم يُعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من ضرف خفي وقال الذين آمنوا إن القاسرين وقال الذين قسروا أعطسهم وأهديهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء يرسلونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من مرجع يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاء وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها فإن تسبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخرق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكر أو يزوجهم ذكرانا وإناثا فيجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء عجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء إنه عليم حكيم فكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلنا أمرا نهدي به من نشاء من عبادنا فإنك نتهدي إلى صلاق مستقيم سراط الله الذي لهم ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير البنور